هذا يسأل عن قراءة القرآن بالتجويد قراءة القرآن بالتجويد مطلوبة ليست واجبة إنما الواجب أن الإنسان لا يلحن في القرآن أن يقرأه على الوجه الصحيح على مقتضى اللغة العربية التي نزل بها فلا يرفع المنصوب أو يخفض المرفوع بل يقرأ قراءة معربة معربة باللسان العربي هذا هو الواجب أما التجويد هذا من المحسنات إذا حصل فهو جيد وطيب وإذا لم يحصل فليس بلازم والتجويد من المحسنات للتلاوة ولكن بدون مبالغة لأن بعض الناس يبالغ في المدود ويبالغ في الغنى ويبالغ حتى أن بعضهم قد يخرج القراءة إلى الألحان يخرجها إلى الألحان والغنى هذا لا يجوز وجاء في الحديث أن أقوام في آخر الزمان تخذون القرآن للغنى وخير الأمور الوسط لا يترك التجويد ولا يبالغ وإنما يتوسط هذا هو المطلوب والواجب أن لا يلحن في القرآن لا يرفع المنصوب وينصب المرفوع هذا هو الواجب الذي لا بد منه ترجمة نانسي قنقر